بسبب رملة ويبيل هادي زعيم مهدد بي سجن من شكون من قبل صديقه على الشيبي وزميله والإعلام الكبير المشهور على الشيبي شنو اللي صار هذا الكل على خلفية الحلقة الأخيرة من برنامج فكرة سامي الفهري اللي عادي لهادي زعيم على قناة الحوار التونسي واللي استدعى فيها الفنان الاستعراضي حسين الدوس ومن جملة لحديث تحكيه على صورة غبتها الدوس على مواقع التباصل الاجتماعي تجمعه هو ورملة ذويبي وبرشة يعني إشارات سارت وبرشة يعني تلميحات وبرشة كلام مخرج على صورة هذي على أنهم هما زوز في علقة حب معنها مع بعضهم فم مجرد السؤال سأله قاله اللي قادره وجعله أنه فم علقة بينك وبين طاليقة على إشيبي رملة ذويبي صحيح ولا مش صحيح حسين الدوس نفي نفي مطلقه قال مستحيل ما فميش منها الحكاية وهي مجرد صديقة معنها كيما بقيت الأصدقاء اللي يعرفهم الكل مفميش منها الحكاية هذا هو شنو اللي صار بالضبط في الليميسيون مفمي حتى حاجة تعديوا عليها مرور الكرام فقط تعالقوا عليها وتعديوا وكهو لكن بعد علي الشيبي ما عجبتوش الحكاية تغاشش على الأخر وثار وهابت تدوينات وهابت ديستوري وكل شي وقال الزملاء الإعلاميين يحترموا روحهم ما يحكيوش على خصوصيتي ما يش بدونيش اسمي إلا ما يشاوروني بش يحكيو على حاجة تخصني وهابت تصويره واحترموا روحكم ونرفستوني ومش معقول وإلا بش نتوجه إلى القضاء وقته هو القضاء يكون الفيصل وبش نتوجه للهيكاة زيدة هذا تهديد مباشر إلى الهيدي الزعيم ناس كلها ما فهمتش عليش على إشي بيعمل هكا في الهيدي الزعيم الهيدي الزعيم حكيه على رملة ذويبي هي طالقة توا وكنت في يوم ما يزوجتو لكن توا معاد حتى شي يربطهم ببعضهم وزيد ما حكيش عليه حاجة خايبة صورة خرجت ولعبت قالت فما علقة فالمعني بالآمر حسين الدوس جيوب وقال ما فما حتى علقة يظهر لي ما هيش حكاية عادي جدا أنه غدوة رملة ذويبي تدخل في علقة حب ولا تتزوج وإلا غيره لكن الحقيقة برشانيس قالت علي الشيبي عليش عمل هكا بزيلي حب رملة ذويبي غير عليها لأنه الحقيقة ما فهمنيش هو أصلا مش بدش علي الشيبي فقط هي طالقة علي الشيبي يعني هذا حاجة ما تنجمش تتبدل ولا تتفسخ موقف وردة فاعلة علي الشيبي مش مفهومة الحقيقة ليش عمل هكا دونك ما فهميش عليش أصلا بشي تغشش وما فهميش عليش بشي شاور وهو لخطر حكيه على رملة ذويبي دونك عادي جدا ما جبدوش على حيات رملة وعليه مع بعضهم ولا أسباب طلاقهم ولهو مجرد سؤيل على رملة ذويبي فقط لا أكثر ولا أقل ما راعوا على الشيبي إلا أنه وجه رسالة قوية جدا إلى زمينه وصديقه الهدي زعيم ما تنسيوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشو سيلكم الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر